لافت للنظر هو ذهاب هؤلاء الدعاء إلى الناس يدعونهم في أماكنهم كيف تبعت هذا الأمر وتلك اللافتة؟ يعني هو الأمر الطبيعي أن لا يأتي الأفراد إلى العلماء ويقولوا ادعوني الصحيح نحن أن نذهب إلى الناس الذين انحرفوا عن دينهم بقصد أو دون قصد الكثير منهم ناس طيبون منحرفون عن الدين بسبب الجهل وخاصة نحن الآن الإعلام بمعظم أنواعه الحكومي والخاص في العالم الإسلامي بكل أسف هو إعلام منحرف لا ينشر دعوة الإسلام فبالتالي انتشر الجهل وانتشر عادات وتقاليد بعيدة كل البعد عن الإسلام ويظن هؤلاء البسطاء أنها من الإسلام لأن غياب التشريعات الإسلامية عن واقع الحياة جعل الخمور أمر طبيعي غياب الدستور الإسلامي عن واقع الحياة جعل السفور أمر طبيعي الرباء أمر طبيعي الظلم أمر طبيعي ظلم المرأة ظلم الأطفال التفرق وكل الاستغلال الاحتكار الغش الكذب كلها أمر طبيعي طالما يظنون أن بعض هذه الأعمال تحقق المنفعة لأننا بعيدون عن ديننا في التربية والتعليم وفي الصناعة وفي التجارة وفي الإعلام وعلى رأس هذا الدستور الغربي الذي لا يحتكم إلى شرع الله يحتاج أشعبنا الحقيقة إلى أمر من هذه الأمور أن نذهب إلى هؤلاء البسطاء كما فعل إخواننا الأتراك هذا عمل جيد هذا اللي طالبهم يذهبون إلى هؤلاء المساكين صحيح يبي أحمر ربما جهلا لأنه كما تعلم أن القوانين الإسلامية بعيدة بعدا كبيرا عن شعبنا من يوم أن سقطت دولة الخلافة العثمانية من ذلك الوقت إلى الآن نحن نحتكم إلى قوانين غربية انتشر الجهل في أحكام الشرع الإسلامية انتشر كل ما يخالف الإسلام بقوة أكبر بكثير من انتشار الأحكام الإسلامية والحمد لله الآن أقول عن الشعب التركي الشقيق قد عاد الإسلام إليه وبقوة بإذن الله وستعود وسيعودون إن شاء الله دعاة إلى الله ليس في تقسيم أو في أحياء إسطنبول إن شاء الله ستنتشر الدعوة إلى كل ركن من أركان بلاد المسلمين كما كان أجدادنا بني عثمان لنردد من جديد لنقول يا أهل عثمان من ترك ومن عربي وأي شعب يساوي الترك والعرب صون الهلال وزيدوا مجده شرفا لا مجد من بعده إن ضاع أو ذهب الحقيقة الدولة العثمانية مثالا وقبلها بني العباس بن أمية عندما تبنت الدستور لا حاجة لأن يذهبوا إلى الخمارات يذهبون إلى أعمال وسلوكيات أخرى لتحسين تطبيق أحكام الشرع الإسلامي لكن الآن بكل أسف في كل بلادنا أصبحت الخمور مباحة البنوك الربوية منتشرة السفور أماكن الدعارة والعياذ بالله فلذلك نقول الدعوة يجب أن تتجه إلى الأحزاب وإلى الحركات وإلى النقابات وإلى رؤساء الدول ورؤساء الوزراء وشيوخ العشائر والقبائل وكل أماكن التأثير لأننا نريد أن نغير المجتمع بالدعوة الإسلامية فعلا إدعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اشتركوا في القناة